معي الحاجات دي كلها. انا ليفرق معي اللي انا هشاور عليه. اللي موجود عندنا. اهم حاجة عندنا في الصدفية وفي كلمة كوبنر فنومنا. ودي احنا تعرضنا لها بشكل كبير. وقلنا انها موجودة معنا بشكل رئيسي. طبعا لما اجي اتكلم على تعريف اهمهم طبعا ودي اللي بنشوفها فكتير جدا من الحالات بتاعتنا. كلمة مهمة جدا تعرفوها في كلمة فدي مهمة جدا. فده معناها ان في سؤال حييجي في ومعناها لما اقول على كلمة انها يبقى ده انا محتاج الكلمة دي منها. لما اقول ان في حاجة اسمها بتحصل موجود فيها. يبقى غالبا في سؤال حييجي في الحتة دي. فدي مهمة بالنسبة لها. اوكي? فدي جزئية مهمة. طيب نيجي بقى نقول الحاجات التانية اللي هي بالنسبة عنها. ده شكل الصدفية حيفرق معاكم في شغلكو. انا كنت بعرمت شكل الصدفية. وده مهمة جدا ان كنت تعرفوها انها حاجة لها كلمة دي مهمة جدا. دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا للصدفية وكنا شرحناها في المحضرات بشكل رئيسي جدا. واختصارا كده قلنا ان الكوفنر فنومنا انك انت لما بتعمل اما بتظهر اما بيختفي يعني. كلمة ده سؤال مهم جدا. تمام? ده النقطتين مهمين جدا في الصدفية دي. طيب احنا قلنا ان عبارة عن انوع قلنا دي واحدة. قلنا القطيت انا مش عاوز منها اكتر من الاسم. قلنا مش عاوز منها اكتر من الاسم. قلنا دي اللي خطيرة جدا 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 جدا. وقلنا ان تتميز بايه? ما زيها زي اخواتها. اوكي? معها باستولار سورايسيز. ودي لها علاقة بالديسكنتينيواشن متاع الاورال كورتيكوستيرويتز. فبالتالي يا ده كترة. لما نيجي نتكلم على الصدفية او السورايسيز. يفرق معي هنا. اول خطوة بتوعها ايه انوعها? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وايه هما? الاساسيين. اكتر من كده مش محتاج منكم اي حاجة في الجزئية دي. طيب نيجي بقى نتكلم ايه? ده اللي بنتكلم عليه. مش عاوز اكتر من الاسم هنا. فدي اللي احنا بنتكلم عليها. طيب نيجي نتكلم على النيل سورايسيز. مش عاوز اكتر من الاسم بتاعه. يبقى انا كده بالنسبة لكم عبارة عن اسماء والبيزيك ساينز اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام? دي حتة مهمة جدا لان السوراياتك ارترايتس دي لها علاقة بالشغل بتاعكم. وده انتو هتشوفوها بشكل رئيسي جدا جدا وانتو شغالين. فمهمة جدا انه كنتوا ايه? نركز في الايه? في السوراياتك ارترايتس لان دي حاجة انتو هتشوفوها بشغلوك فلازم تبقى عارفينها كويس جدا. الهيستو باثولوجيكال فايندينز تاعاتنا في اهم كلمة فيها اللي هي مونرو مايكرو ابسيس. نحفظ دائما مارلين مونرو مايكرو ابسيس. دي من الهيستو باثولوجيكال فايندينز اللي موجودة عندنا. كلمة دي مش فرقة معي خالص. لكن في كلمة دي مهمة جدا. يبقى انا لما اجا اتكلم على لما احب اشتغل على صدفية وهاخد سكين بايوبسي. يبقى السكين بايوبسي اللي بتكلم عليها ده كثرة اهميتها عندي في الاتنين اللي نعرف. الاتنين اللي نعرف بالابسيس. لما تبقى مايكرو ابسيس يبقى اسمع مايكرو ابسيس منرو. لما تبقى كبيرة شوية يتبقى سبونجي فورم باستيروزيس. يبقى الاتنين اللي عندنا ايه? هما اللي فيهم الايه? الاساسيين بنسبة لنا. التريتمنت ما لناش دعوة به خالص. بقى احنا كده خلصنا الصدفية. يبقى انا كده بقولي ده كثرة. التلات كلمات المهمين في الصدفية بالنسبة لي. انواع الصدفية واحد اتنين تلات اربعة خمسة. اللي موجودة في الصدفية زي ما قلنا المجموعة الرئيسية بتاعتنا. هنجي نتكلم على تاني واحد اللي هو اللايكين بلانس. اللايكين تشوفوها. اهم الكلمة عندي فيه كلمة كوبنر في نومنا برضو. دي اللي حتة مهمة جدا. وبارها عن نركز في كلمة مجموعين مع جمعات مع تجمعات مع بعضها. وقلنا اشكال بتاعتها واحنا بنشتغل. المانجمنت مش فارق معا بحاجة خالص اكيد مش هتكلم معاكم فيها. نيجي بقى نتكلم على الناس اللي حضرت الدكاترة اللي حضرت المحاضرات او اللي سامعت الفترة اللي فاتت. هتعرف كويس جدا ان احنا واحنا نتكلم على بترغيز له زيه? قلت لكم تحفظوا كلمة هيرالد باتش هيرالد باتش اللي هي في المربع اللي تحت على الشمال. هيرالد باتش دي مهمة جدا جدا جدا. وقلنا انها اتنين لاربعة سانتي. يا جماعة محدش لعب الكرس اللي سمحت. اوكي? ريت المدريتوس كل واحد يسمع بس. هيرالد باتش انها من اتنين لاربعة سانتي. اوذر راوند اريثيمتاس ماكيولز يعني ايه? بوتشا حامرة. الاسم اللي يفرق معايا في اللي هي الحامرة اللي هي الهيرالد باتش. اتفانة جبها دي النقطة التانية بالنسبة لها. نيجي نتكلم الشكل بتاعها تعرفناه. اللي هو موجود في الصورة اللي فوق خالص دي اللي هي حاجة مدورة. نيجي بقى نتكلم على مش هيفرق معايا باي شكل من الاشكال. في حاجة اسمها اللي هي الكلمة المهمة عندي بس خالص. كلمة انها اللي هي الموجودة تحت على ايه? الشمال? تمام? دي الكلمة اللي هي مهمة عندي في وطبعا الشكل ده احنا قولنا احنا مشتغل فصرناه علناها شكل بورتوانا والحنا نتكلم عليه. طيب قلتلكم دايما اي سر في اي محاضرة في السلايد الاخير واللي انا وعدت به وقلتوا ساعتها هو اللي انا وعدت به هو اللي بنافزه بالفعل. في المحاضرة دي كلها المطالب من نسبة لكم اللي انا قلتوا فقط لغيره. اساميهم الرئيسية انواع السورايسز الاساسيين من نسبة. وبعد ما بنخلص هنفتح كلنا وحنتناقش مع هنكلم مع بعض ان شاء الله. يبقى دي كانت ايه الجزء الاولاني في المحاضرة الاولانية. حد ليه اي سؤال في المحاضرة دي ايه ده كثرة? تمام. موضوعنا دلوقتي هنبتلي على موضوع الوراء اللي هو كانت درماتو مايوسايتس. درماتو مايوسايتس قلت لكم ان دي مهم ده موضوع مهم جدا. انه ليه علاقة بالدرما. وليه علاقة بشغلكم كمايوسايتس. اوكي? بيجي في الايه? في العضلات وبيجي في جزء تعال. قلنا الكلمة المهمة عندنا التلاتة دولة. قلت لكم ده ده دا من بيجي في الامتحان عندنا. ايه انواع التلاتة دولة. لما اقول لكم التلاتة دولة كده. ولهم مسلا اسألك سؤال. قلت لك ايه هي انواع الدماغك على طول في التلاتة دولة. ممكن اسألك هل ده واحد من الانفلاتو مايوسايتس قلت لي اه. احط اي اسم تاني جنبه التلاتة دولة انا مش عاوز. يبقى في الاخر لو انا سألت سؤال وده سؤال جاي في الامتحان. ايه انواع هتقول لي التلاتة دولة. لو انا سألت وقلت. اه ده يعني يمشي في التلاتة نفوز. يمشي في الايه? في فده سؤال جاي. طبعا قلنا هنا انه بي افكت مش فارقة معي لسلات ده في اي حاجة اصلا. النوط دي مش فارقة معي اصلا في حاجة. وتكلمنا على ساكريني القصة اللي احنا شرحناها عن الدكتور علاجي الطبيعي اللي بيحب البنت. اللي هي بتحبه ومش عارف ايه. والاخر هنا اتضح انها عندها ايه درماتومايوسايتس. وقلنا ان كنتوا اللي هتكتشفوا الحالة دي. فلما اقول ان كنت هتكتشفوا الحالة دي بقى انتم لازم تبقى عارف منها. كلمة الهيليوتروب راش دي مهمة بالنسبة لكم. ماشي? الاسم نفسه. فده مهمة. ده اسمه برضو مهم بالنسبة لكم. فانتم لازم تعرفوه. لازم تعرفوه الحيطة دي كويس جدا. هيا الحيطة الحمرة اللي عمد فتحة القميسة اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى انا دي تالت كلمة محتاجين انا اعرفها. دي بتيجي بس في الايه? في يعني نحب اختار. او مكتب لك. ماشي? دي ولا واحد منه. هي دي اللي فرقة معي لغاية دلوقتي. كل الكلام ده كله بالنسبة لي مش فرقة معي بحاجة خالص. لكن في كلمة بقى مهمة جدا ان الست دي اللي عندها يعني الست دي تعبانة بشكل كبير جدا جدا. ولكن دي حتة مهمة جدا. دي احنا قلنا لو لحضر المحاضرة يفتكر كويس جدا ان البنت دي عندها بروغراسيف سيماتريك مصل ويكنس. بروغراسيف سيماتريك مصل ويكنس. كلمة دي مهمة. يعني مضوع بيتزيد مع الوقت. العضلات يمين زي شمال. مصل ويكنس. والحتة دي عندها بتاخد وقتها. يعني مش مش اكيوت. دي حاجة ماشي. ولكن مش كل العضلات بيجي لها. تمام? الفيشيال ماسلز ار انافكتد. يبقى انا لما احب اقول لك اقول لي صح? يبقى انت كده ايه اكيد مطاردش المحاضرة دي. تمام? بتاعتها بترمين نورمال. يعني البنت دي شايفاك. والاكسبيشيال عندها شغالة كويس جدا جدا. ولكنها عندها مشكلة ايه? بيحصل بشكل كبير جدا جدا. تمام? بحد هنا كده انا ده اللي انا قادر اقوله لكم بمثبه للجزء دي. فكرة مش هرقة معي بحاجة مش هتجيبوها انتو. مش هرقة معي بحاجة اصلا. مش هجيبه لكم. كلمة المسل بايوبسي هنا اللي حينساها خسر منه حاجات كتير جدا. تبقى في الدرماتو كلمة المسل بايوبسي الكلمة دي مهمة اه الكلمة دي مهمة جدا. تمام? طيب. يبقى احنا كده بنكلم. وادي شكل المسل بايوبسي عشان تدياجنوز. ده كترة مش فرقة معي في اي حاجة خالص. وبالتالي بتاعنا البنت دي هتعيش كل حاجة. مفيش مشاكل فيها خالص. اوكي? بتاعها. وانت هتعمل لها ازاي لانك انت اللي هتشخصها وانت هتبعت هاي. بالهيليوترو براش. بالجوترون ساينز. لما يجيلك حاجة زي كياتو. انت رفع السماعة دكتور احمد. انا عندي الحالة كزا كزا. قولك تفتكي بتقول لي. هل في قلة تشتغل معها? لأ. بس انت هتشتغل معها على طول. لكن الحاجات الجلدية بتبعت. يبقى دي كلها معي. والبنت دي هتعيش مفيش اي مشاكل فيها خالص. بس خلي بقى لك انها تبقى حساسة بالزيادة قوي. عشان ده كلام المهم في المحاضرة دي. السؤال ديك وبعد الوقت. فيه اي سؤال في المحاضرة ديها ده كاترة? نعيد فيها اي حاجة تانية? ده كاترة. تمام. يبقى احنا كده خلصنا المحاضرة الايه? التانية. وركز اريد نركز على حاجات اللي انا بقولها ده كاترة عشان ايه? هتبقى كويسة ان شاء الله ديكم? المحاضرة التالتة اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي ايه? ياريت نفتاحها مع بعض. قلنا دي لازم تخلي بالكم لنا كويسة جدا جدا جدا. وكان فيه اه قصة ظريفة كان احد الزملاء. اه كان بيكلمني وهو كان عنده يعني متوتر جدا في اليومين اللي كان جاي بجهاز جديد وما كانش معقم جهاز الليزر بتاعه. يعني اشتغل على حالة وبعد ما اشتغل اه كان بيشتغل حاجة فيها وبعد كده معقمش الجهاز وبعد كده راح اعمل آآ جهاز الليزر اللي حالة تانية فنقل الورد فكان بيسألني هل ده منطقي قلت له اه منطقي. الحالة التانية عمل بقى مشكلة تانية ان هو معقمش الجهاز فنقل ما بين واحد والتاني. فاصبحت كلمة بكتيريا دي لازم نخلي بالنا منها كلها كده كده. ودي مهم جدا واحنا هتعرض ليه? الحاجات اللي احنا بنشوفها في حياتنا هي دي الحاجات اللي انا عوزه بتتعلمه وتركيزه عليه. تمام? دي ده تفرق معاكم. طبعا دي لينا احنا القراية مش فرق معينا للغود. الانواع دي كلها هنتكلم عليها واحنا بمشنغل. فدي كانت كلها كالتجميع للناس اللي حضرت معانا. وقلنا هنا ثانية واحدة نرجع ده حتة فيه مهمة جدا ليكو. ده سؤال اصلا. اللي هو المرة عشرة فاشياتس. ايه معنى فاشياتس? يعني حاجة موحشة جدا جدا. بتعمل في المكان كله. يعني بتاخد بشكله كله. كل الفاشياتس اللي تحت. بيبتدي زي ما يبتدي. ايا كان. بس دي حاجة حاجة صعبة جدا. ماشي? وانا شايف حالتين في عيادة الاسبوع اللي فات. فدي معناها انها لازم تخلي بالنا منها لان العيان ده بيتهري دواء. بجد مش يزهر وبتربط تربيطة غير طبعية. طيب. احنا قلنا ده بتاع الاولاد الصغيرين وحاجة ده اللي يفرق معاكم اكتر بيبقى معها مش عاوز اكتر من الاسمين. ان هو وتبقى معها نوع من انواع باسمها اكتر من كده مش محتاجة ده كاترة في ده. الاسمين والاسم التاني اللي هو ايه طيب. اه قلنا فيه كلمة كده اه كان دائما فيه حاجة اسمها يعني الالتهاب اللي ساب قرحة لازم تخلي بالك انه ممكن يكون حاجة اسمها ماشي? وده بيحصل اكتر في الناس اللي هي السؤال بقى دلوقتي. هل انا متوقع ان انا اجيب سؤال عن اه ممكن اكتبه بس حكتب كلمة جنبه انه بيحصل اميونو كومبروميز يعني مش هيحصل حاجة تانية. ممكن اكتب ولكن ده هتقول لي لا يا دكتور ده اسمه طب ليه ده كاترة قلنا بكتيريال? اصلي يا فندم احنا قلنا الاكثايمة ده نوع من انواع للاكثايمة للاكثايمة. لما يعمل يبقى اسمه اكثايمة. والاكثايمة دي يا فندم لما عملناها بواحد يبقى اسمه اكثايمة جانجريوزنوزم. ماشي? النقطة دي مهمة يا دكتورة. تمام? يا راك نركز عليه. الفوليكولايتس قلنا مربوط بالهير فوليكول. مربوط بايه? مربوط بهير فوليكول. وعشان كده بتشوفوها عندكم في الفيزيو اكتر حاجة بتشوفوها. طيب. وده الاشكال بتاعتها بتبقى مربوطة جدا باماكن الشعر بشكل واضح جدا. تمام? الفور والكربانكل ده عبارة عن نوع من انواع السكين ابسس. ماشي? بتحصل معنا. ما فيش اي مشاكل فيها خالص. الكربانكل اللي هي بارة عن يعني مجموعة من مش محتاج اكتر من الكلام اللي انا بقوله يا دكتورة. نراجع تاني. الموضوع قسامي كتيرة بس انا مش محتاج غير مجموعة. الفور انكل اللي هو بارة عن ايه? بس. اوكي? طبعا. وحنا قلنا الكلام ده قبل كده. لكن يعني مجموعة الفور انكل اسمها كاربانكل. تمام? طيب. وده الشكل بتاعنا اللي احنا تكلمنا عليه وده شكل الكاربانكل. ماشي? تعال بقى نتكلم في الحتة بتاعت السيليولايتس. التهاب خلوي. ده السؤال جاي على فكرة. قلنا ان السيليولايتس ده ده كاترة. تمام? شكرا جزيلا. طيب. محتاج منه اكتر من هو اه طبعا. بس تعالوا بقى نتركز. في الكام كلمة اللي انا هقولها دي. ان دي هتفرق معنا. ده شايفينه عامل ازاي? يجي ورانا بقى الايريسابلس. الايريسابلس ايه فرقه عن السيليولايتس. ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه. قلنا اكيوت بكتيرا لسكين وده سكين. ومعاه سابكيوتين يستيشو. ايا كان بيبقى كوز ده بايه مش فرق معي بحاجة خالص. بيبكر انيوير ان ده بادي. تمام? ما فيش اي مشاكل فيه خاصة. طيب تعالوا بقى نبص على ال 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 الي جاي وراه. is a type of superficial سيليولايتس. يعني ال ال اليسابلس is a type of سيليولايتس. انا ما قلت بقى ديب سيليولايتس. لا ده سيليولايتس. يبقى ده كده. with dermal lymphatic involvement. يعني ايه dermal lymphatic involvement? يعني ايه? الحياة لازم الاقي الخط اللي احنا اتكلمنا عليه. بيبقى characterized by. raised. with distinct margin. يعني ايه يا ولاد? ال ال اليسابلس لازم احط خط ارسم بيدي كده خط على الحدود بتاعته. السيليولايتس ما كنتش قادر ارسم الحتة دي. فدي نقطة مهمة جدا. خلاص? يبقى نركز في الكلمة دي لو سمحت ايضا كاترة. ان السيليولايتس هي هيها ال اليسابلس. بس سيليولايتس. كلمة سيليولايتس. كلمة سيليولايتس. وليها مارجينس. اوكي? طيب. الكلام ده مهم. وقلنا الشكل بتاعنا اقدر رسم خط ايدي على حدود عشان بتاعتنا. الابسس مش فرقة معي في حاجة اصلا. انتوا كده كايبتشفوه اكتر مني. اكني. مفيش مشاكل خالص فيها. كلمة دي مهمة جدا بقى. ودي انا حاططها بالنسبة لكم عشان دي بتشوفوه كتير جدا. وان بتحصل اكتر في البنات. معان الولاد. بتحصل في الحاجات اللي هي الاجزلة واراوند النيبلز. ماشي under the breast. والكلمة المهمة جدا جدا جدا. انها. نقرأ مع بعض كلنا اول اربع سطورة دا كاترة كده نقرأها كلنا مع بعض. هايدرا ادينيتيس سابيراتيفا از كرونيك. يعني هتروح البنت وترجع لها كل شوية. سابيراتيف ما احنا بكتيريا طبعا. انفلاماتولي ديزيز. اف ايبو كراين جلاند فوليكت. كلمة ايبو كراين جلاند فوليكت. دي الكلمة المهمة جدا بالنسبة لنا. كرونيك وكلمنا على الايه اجزلة اي ان كان. فالحتة دي مهمة جدا. مش فارقة معاكم في اي حاجة خالص. زي ما اتفقنا. احنا عايزين نعر بس الشكل بتاعنا. ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه جلاند بيحصل فيها الكلام ده واني جلاند بيحصل فيها. يبقى احنا كده خلصنا الموضوع التالت بالنسبة لنا اللي هو كان اي استفصار في المرحلة دي ده كترة. تمام. نتكلم بقى على هنفتح مع بعض بعد اذنكم. قلنا ان لا يا باشا الاكني مش معانا اصلا شكرا جزيلا لحضرتك. الاكني مش معانا. انا وعدتكم ان مش هجيبها ويحنوضرب بنا انها ما دخل ايش. لان ده انا باي? دي الحاجات اللي هي بتسقط في الطب. تماشي من الموضوع السخيفة بجد يعني. تمام? فدي مش دخل معكم. لانا بشرحه النهاردة بس هو اللي دخل معكم اده كترة. تمام? نيجي بقى نتكلم على القرح دي حاجة ظريفة جدا سيبكم. ده كلام ده كل انتم ايه? حنقرها واحنا شغالين معنا. اه دي كانت كلها تعريفات واحنا بنشتغل. دي حاجات مهمة. طبعا. انواع دي اللي تفرم معكم عشان انا عاوزكم تشوفوها بس. كلمة دايما قلت لكم تاخدوها في وسط الصور. التركة تاخدوها في وسط الصور. يعني انا بحط الصورة وحط جنبها الكلام. الكلام اللي بيكتب على الصورة ده هو الكلام اللي انا عاوزكم تحفظوه. للي كنتم هتشوفوه رقعي عين. لما اتكلم على فينس ألسر. فينس ألسر. الفينس ألسر بتاعه بيبقى ايه? يبقى حلو جدا. شكرا جزيلا. المرج بتاعتها بلو جروم. بتاعتها كلام فارغ. الفلور شكرا جزيلا. لكن دايما الفينس ألسر is shallow flat ألسر. never penetrate the deep fascia. تمام? ده كلام مهم جدا. ابقوا رحة اللي تيجي من نوع ده. اسمها خفيفة كده. الاج بتاعها يعني عامل زي الطبقة كده اللي ايه المسطح الخفيف اللي بنسمى لها. نرجع للصورة ونقرأ الكلام اللي قدامها. ماشي الكلمة دي مهمة out. punch it out ulcers are a type of arterial ulcers. arterial ulcers punch it out. تمام? بيبقى ليها minimal granulation تيشة شكرا جزيلا جدا. ليها ischemic changes ما احنا ارتي طبعا. ارتي بايزي باي هتجيبها ischemic changes ده منطقي جدا. الديابتكس يا جماعة. قلنا واحنا بنشتغل خلي بالنا ان ليها بتبقى ليها punch it out corny edge. وان دولك بيبص بعنيه قبل ما بيلبس الجازمة بتاعته. اوكي? فدي مهمة جدا. المالجننت ulcer. ده بقى سؤال لازم ييجي في كل مرة. ليه? لان المالجننت ulcer دي اكتر حاجة بنخاف منها. اكتر حاجة بنخاف منها المالجننت ulcer. ليها او سيركلر يا سلام. ايه الفرقة يعني? مش فرقة كتير خالب. اما عمرها ما هتجي مزاد بس. يبقى يا اوبل يا سيركلر. ما فيش ما فيش مشاكل فيه خالب. الفلور covered with necrotic tumor serum and blood. ما هي يا جماعة. يبقى لازم فيها قرف من كل نحية. يا سلام. اوه لازم تبقى مورفة. اوه مش تبقى اسمها لوجه الله. تمام? can be fixed due to involvement of deeper structure. ومعها لكن كلام ده كله مقبول. لكن لما نجي نقرأ بقى الكلمة بتاعة التاني سطر من فوق كلمة دي اللي مهمة جدا. اكتر حاجة بتلقطها او بتلقط بيها ده اللي انا عاوزكم تحفظوها بسبب لهم ده اللي انتو هتشوفها في شغلكم. ماشي? اما بقى التحتية بقى الفلور ده بايه? ده قرف مش قصة خالص. كان بفكسيت شكرا جزيلا يعني فرقت في ايه يعني? بس اسمها طيب نتكلم عن تفتكروا يا ده كترة لازم تيجي في الامتحان. ده شغلكم. العيان قاعد ويقرفنا في عشتنا في لو حضركنا خبت بالك وانك انت عادت تقلبوا كل شوية لهو شغلكم اللي بتعملوه واو واو الاخر مش هيقل عندها حتحفظ عليه. فده بيبقى associated with fichonecrosis with ulceration due to prolonged pressure. prolonged pressure. فدايما هنلاقيه على ايه? bonny prominence. وده انتو هتجاوبولي ان هو كده كده ده سؤال لازم يجي طبعا. الفكرة دايما في الاسئلة ان كنتو تجاوبوها. ان انا عاوزكوا تجاوبوا لحاجة. انا افريم معاك الحركة بتاعتك انت مش بتاعتك انا. السؤال ده بيجي دايما. classification. فانا هقول لك doctor describe skin ulcers as appearance in various stages. stage واحد لستة. تفتكروا يا ده كاترة ان انا هقول لكم تسمى على نمره واحد فيها ايه? واتنين فيها ايه? وايه فرق تلاتة عن اربع? ابدا. انا مش طالب من لكم الحتة دي. انا شلت من عندكم دوشة كبيرة جدا من الحتة دي. لكن نمره واحد. اللي هو ايه? اللي هو اخف درجة من skin ulcers. number six is the worst form of skin ulcers. دي المعلومة اللي انا عاوزكو. وده سؤال جاي. المانجمنت بتاعتنا مش محتاجينها في حاجة خالص. ده كلكم ممكن نفتي فيها كلنا عادي جدا. ما فيش اي مشكلة. طيب. يبقى احنا قلنا. بتاعها اللي هو يقول لك ان ده ولا ارتير ولا ولا كزا ولا يا جدعان. فدي مهمة جدا. تريت متعاتنا مش عاوزها في اي حاجة خالص. وكده كده ما فيش مشاكل. دي محطوطة مخصوصة الكلمة دي عشان نقلب العيان يمين وشميل. وانشور عشان ما نخشش في مشاكل مع العيان. كده يبقى احنا خلطنا الجزئية تاعت اي استثار دا كاترة قبل ما انتقل للجزء الهرى. يا ابراهيم مش محتاجينها في اي حاجة خالص. خالص خالص خالص. ماشي? اللي اكتر من اللي انا قلته يا ابني مش محتاجينها. اللي خالص مش معنا يا ابني. والفلور والحاجات دي كلها ده كلام احنا بنشرحه. زي ما دا كاترة بنخليك يعني فكر بفكرة تفكير الدكتور. انا عاوز اعقدك واللي عاوز اديك المعلومة اللي تفرق معاك في شغلك. المعلومة اللي تفرق معاك في شغلك هو ده اللي تفرق معي. يعني النهاردة لما اجا اقول لحضرتك دلوقتي انت عندك الالسر دا فيه كزا وكزا وكزا وكزا. انت استفدت ايه? يعني اتعلم نرجع وراء شوية. ردا على سؤال جورج ابراهيم. لما اجا انا اقول لك معلومة زي دي. يفرق معك دا ولا دا? انت هتفرق معك الكلام دا كله في الاول انا مش طالب منك تسمع لي انواع الالسر. انا بشتغل معك يعني انا بس يفرق معي الاسامي والانواع فقط لغير. اكتر من كده مش محتاج. انا مش هعزبك في كلمة انها لانك انت مش عارف يعني ايه اصلا. فمش محتاج انك انت تتكلم في الحاجة دي. اوكي? خلينا دايما في الحاجات اللي هي وان شاء الله خير يا ولاد. نجيبها نتكلم على ال Viral Skin Disease. نفتح مع بعض ال Viral Skin Disease بعد ازنكم. ال Viral Skin Disease Infection طبعا دي مهمة جدا 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 جدا. ولازم نلاقي فيها اكتر من سؤال بيجي لنا. دي مفاش هزار. يعني في اكتر من السؤال جاي في ال Viral Skin Infection. طب ايه السبب? السبب ان انا بحبه. مش دي القصة خالص. السبب ان احنا في فترة كوفيد. وان الناس كلها ده فيرال. والناس فيه cross reactivity ما بين كوفيد وother Viral Skin Infection. دي النهوة دي شرحناها لنشاهر في المحاضرات. لكن المهم جدا بالنسبة لنا. انه كنتوا هتشوفوها كتير. فاللي هتشوفو كتير هو اللي انا اسألك عليك. عشان ما يعديش منك يا ابني. نجي نقول. what are the Viral Skin Infection تعرفها? Hirbiz Simplex, Hirbiz Zoster, Human Papilloma Virus والسخيف الملاصكم Contagiusan. يبقى كيك تلامح كتبت اربعة. يبقى انت عارف انك انت محتاج تعرف زل اربعة دول. نقول لهم كلنا مع بعض. Hirbiz Simplex, Hirbiz Zoster, Human Papilloma Virus, Molascam Contagiusan. these are the virus skin infections اللي مكتوبة بنسبة ل. لما اجا قولك ان الهيرب السيمبليكس فيروس is a double-stranded DNA virus. شكرا جزيلة. في منه type 1 و type 2. type 1 ده بيجي facial اللي هو حوالين البقل. type 2 بيجي في الجيني تاليا. فده خلاص يبقى احنا كده ده بالنزلالي عرفني يعني ايه هيرب السيمبليكس فيروس. يبقى ده اكيد متحان جايركم. ليه بقى? انت عرفت انه هو نوعين. type 1 و type 2. type 1 بيجي في oral. و type 2 بيجي في الجيني تاليا. ده اسمها معلومة ودي تفرق معاك. لما ما حب نزود بقى اقول لك زي ما كنا نتكلم في المحاضرة. وقلنا تفتكروا ازاي ان نلاقي type 1 تحت او type 2 فوق او الكلام ده كله. دي كلها مش منطقية بالنسبة لكم في الوقت الحالي. ده خلينا نتكلم عن الحاجات اللي هي ايه? تفرق معاك وده كثرة. طبعا هنا ايه? مش فارقة معاك في حاجة خالص. مش هتفرق معاك وطبعا فكرة مش فارقة معاكو برضو ده كثرة. بس نميفر معاكو ان تقول لك تعرفون انها بوتشة حمراء عليها امبلايكيت فيزيكلز. اوكي? وتعلي بقى باستيول تعمل تعمل تعمله بعد كده بس نمش دي مشكلة. المنظر الشفاف في البنوطة الحلوة دي. الشفاف بتاعاتها هنا بتقول عندها هي. وعليها ايه? زي ما قلناها من شوية. طيب. يبقى ده هنا ايه? طيب. كده? احنا خلصنا الحلوة. انا وعدتكم ان هجيبه سؤال. وانا حاوفي بوعدي. ليه? لان هو لازم يجيلكم. لان العيان اللي انت مش هشخصه. وحريك قاعد بتفعص فيه وانت شغال. وانت بتشتغل وحطيت ايدك على مرة واثنين وثلاثة. وكان عند حضرتك مرة واثنين وثلاثة. ده معناها يا ابني انك انت هيجيلك. ايا كان اللي جاي منين? على الريتمتاس بيز. ده كومن للناس الميديكال ووركرس. ماشي هو ووركين اند اراون ده معكم. الحمد لله على السلامة. الهيربيتكو اللي هيعديه فيه كوه في المذاكرة. هيلبس فيه في الشغل. فتقروه احسن ما تلبسه فيه بعدك. فده مهم جدا يا ده كدر. الهيربيتكوه قلنا ده طيب تو طبعا. بيجي مع الناس اللي هي في حالية طبعا في الادم. بشكل كبير جدا. ده بنيجي اصلا في الناس اللي هما ايه? بنسميه كابوسي. وده اسمه كابوسي من شكل الكابوس. بالنسبة للعيان ده لان ده بيجي الناس اللي عندهم في الناس اتوبيك درماتايتس بيجي في الناس اللي عندهم ايه بشكل او باخر. فده بيبقى معاه ماليس غير ان هو ايه بيبقى لعندي اصلا متوتن خيبا. زي ما احنا قلنا بالمنظر ده الشكل بتاعه. اجزي ما هيربيتكوه. هاتي مش فارقة معايا في حاجة. ده شكل عيان مش فارقة معايا في حاجة. الدياجنوز بتاعنا قلنا احفظ الاسم بس. ده زينك تست. ده يعني لو الدنيا فارقة معاك. واللي تقلق منه نعمله بي سي ار. يبقى احنا كده خلصنا الحتة دي بتاعة. نرجع بقى نخش في الخطوة اللي وراه. السخيف 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 اللي احنا تقريبا دلوقتي بنشوف القومص كل اسبوع بنشوف حالة او حالتين في العيادات فده معنا انه منتشر فترة اللي فاتت وفيه من حوالي شهرين انها مع الكوفيد. اقوله لك بالزوستر ابقى انا بني ادب بن حلال اقولك اسمه وسميته كلمة زوستر تحفزك ان انا جوه الحتة دي بزبط وده اقول لك اقول لك مش فرقة معاك وهم ان هو كلمة زوستر عشان تبقى انت عارف. وان ده قلنا كلمة ان هو نفس الفيروس بتاع اللي بيجي في الاولاد الصغيرين وقلنا ليه وبعدين يعمل وبعدين يعمل والاهم جدا جدا بيشتكي من بوست هيربيتك نيورالجيا كنا اتكلمنا فيها دكاترة قبل كده وقلنا البوست هيربيتك نيورالجيا دي قلم غير طبيعي بيش العيان بدرج ان انا في بعض الحالات مش بشتغل عجبتن بس بشتغل اوصل بتاع الصرع عشان اخلي العين ديارة في استهدف طيب قلنا على ارتيمة بتاعتنا عرفناها اللي بتيفة اي حتة بس غالبا بتيجي في اكتر مكان بيجي في زي ما احنا قلنا كده للشكل بتاعنا شكل بتاعنا ملكمش دعوة به ملكمش دعوة به يباح احنا كده خلصنا الجزئيه الاولانية اللي هي مين الاتنين وهيربي السيمبليكس وهيربي الزرس دعوة دي مهمة جدا من يسبب لكم حد ليه اي استفسار يا دكاترة تفضل نلاقي يا حبيبي ده مالوش اعجب الايدز خالص الايدز حاجة تانية خالص الايدز ده هيمان اتش اي في فيروس اللي هو هيمان امين ديفيشنز فيروس ده حاجة تانية خالص اللي احنا بنتكلم على الديز ار دي اي اي فيروس الايدز ار اي اي فيروس بقصة تانية بس بقى فيه نقطة مهمة جدا نتكلم فيها بالمرة فيه منك سقالت سؤال ضريفة الفيروس انفكشنز ولاد خالة ولاد خالة بمعنى اي ولاد خالة الراجل اللي هو ومع او كده فدولة بيبقى عامده اي بيبقى ملقف لكل حاجة فعشان يوصل الايدز السخيف الكبير الفضيع وعاوز اقولك ان الايدز موجود في مصر موجود في مصر لانا نفسي بقى عالك حالات ايدز موجودة عندي في عياداتي سواء في عادة اكتوبر او عادة فيصل وعادة المعادي اكتر اتنين بشوف فيهم ايدز عادة اكتوبر وعادة المعادي بشكل غير طبيعي. تمام? فده واضح ان الدنيا الليبرال او بزيادة هناك. فالناس او الناس بتيجة تكشف كدكتور اصلا فبتلاقي الدنيا عندهم شكل سفيد. الايدز بيبقى شكل ووحش جدا جدا وبينط عليك كل الامرات. ما فيش حاجة ما بتجيش عندها. بالاسف. اه طبعا اه طبعا اللي يجي له اربس زوستر ممكن يجيه تاني جدا عادي جدا يعني. طبعا احنا نتكلم دلوقتي على من الفيرل سكين انفكشن زيو تلكم ده محاضرة تقيلة شوية ساعتا سامحوني يعني. بنرجع تاني نقول ان الفيرل هم الاربع الاساسين الكبار وزوستر قلناهم يوم وقلناه ملاسكة متجيوزة. دي اللي احنا كان. الورت بقى دي اللي هي ايه يعني الصمت. ماشي اللي احنا بنسميه عند سمكة في حتة نفرط حمر في حتة تانية ايا كان. بتاعنا يا حنشوفها كتير 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 كتير. ده ازا ما كانش عندك هيبقى عندي صاحبك يا صاحبتك يا جارك يا جارتك يا حد من قريبك. احنا لازم نبعرفينا كويس جدا وانها معادية جدا جدا. تمام? فدي منطقية جدا في ان كنتوا تشوفوها. وطبعا بتزيد في ده مهم جدا. الكلام ده مش فارق معايا في حاجة خالص. الانواع مش فارقة معايا في حاجة خالص. الانواع مش فارقة معايا في حاجة خالص. دي هتبقى تقيل عليكم فما نشلتها ما قدتها لكمش. الشكل بتاعنا اللي نكلم عليه او نوديول. ليها راف سيرفس. فدي مهمة جدا. ليها راف سيرفس. زي ما انتم شايفين المنظر ده. ممكن تبقى حواليا للضوافر زي دي. او تيجي بالمنظر ده. انا شايفين المنظر السخيف ده. اللي هو واحدة في ايديها. مش اقل من عشرين تلاتين واحدة بالمنظر ده. كانت عندي واحدة في العيادة اللي اسبوع اللي فات. عندها نفس اخو المنظر ده بالزرعة. في ظهر ايديها. ومتجوزة ومخلفة. وعيالها معاه. تمام? وهي سايبة نفسها كده. فده طبعا معناها ان هي ايه? ما معددش على دكتور فاهم يعني ايه وورت اصلا. فهي معادية لكل خلق اللي في البيت عندها كله بقى عبارة عن كوكتيل كده من الغير الورت ان هي قاعدة بتاعي دي خلق اللازم هي كده. فدي حاجة مهمة جدا لو كان حد شافها من الاول يعرف ان دي وورت يبقى كنا نتخلطناه. يبقى مهم جدا بالنسبة لكم. وكنت عارف ان ده شكل الورت عشان لما تشوفها تشيلها بسرعة او تبعتها لحد يشيلها عشان ما يبقاش منظر لقيت دي المنظر ده. طبعا دي سخيفة جدا. طبعا شايفين البيبي الصغير ده في اللي فورمس كيبه منكو اصلا. دي بنشوفها كتير جدا. الشكل بتاعها ده بتيجي اكتر في الصغيرين والبتاع. فدي منظر بارد وورت. انا مش عاوز اكتر من اساميهم بس يا ولادي. اللي مش عاوز اكتر من اسامي مش عاوز اكتر من كده. اسمها بلانتاريس. نحفظ الاسم ده. بلانتار. اسمها بلانتاريس. يعني بتيجي في بس هي دي اسمها يعني ايه? الدلع بتاع كده. يبقى احنا كده خلطت الحتة دي كورت. اللي انا طالبه يا ده كاتر هنرجع الورا شوية. الاسم اسامي دي هي اللي هم هم عندي. هتجع لكم بالسلايد اللي هو ده. اسمها جات بلين. يبقى اسمها بلانا او بلين وورت. ديها صبحية كده. جات في الرجل يبقى اسمها بلانتار. معروفة بلانتار. يبقى اسمها بلانتاريس. جات في المنطقة يعني رجل ده يبقى اسمها ايه? اللي هي زي ما اعتبرت الصور اللي شاهدناه فيه. حوالين الضوافر الموزايك سبك ومنها مش هتشوفوه اصلا. يبقى احنا في الاخر انا محتاج من انكم اللي سلايد ده تحفظوه. الاساميهم بس. بس هي دي الاسامي السبعة اللي محتاجها بس. وانت هعطلوها لوحدكم السؤال فيها بيجي ما بين كلمة بس هي دي الكلمة اللي بتفرم معاكم. اللي هي الجينيتل. ولو شفتها في عين جينيتل تعرف ان هو ولو شفتها في ايه ناس بتاعت ولد يبقى هو هوموسيكشون. تمام? منطقي جدا. ولو شفناه في ايه ناس بتاعت بنت تبقى بتبقى ايه برضو بقى دي يعني 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 يعني. تمام? شفناها دي طبعا دي حاجة حاجة محددة نتيجة 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 تروما. الكالوزة يا ولاد الناس بتخاف منها تقول لك دي ودكاترة كتيرة جدا زميل لينا ربنا يهديهم ويهدينا. يقول لك تعالى واشي الهالك على انها وورت ويقرف العين بس في النهاية ده كل الفكرة كلها بس. مش حاجة تقلق. زي التشاققات الكعبين كده. الكلمة المهمة جدا. الاسم ده مهم. كنديلومة اكيوميناتا. اوكي? ده الانواع بتاعي ستة ويحداشر وستاشر وتمنتاشر. انا قلت بتحراف الاربعة اسماء دولة سمعت. الاربعة دولة محتاج تحرافهم. ستة واحداشر وستاشر وطلنتاشر. بان اللي هتشوفه عنده ده في الغالب هيبع عنده مشكلة كبيرة. وده وعليه تعرف ان الراجل ده على طول وما بيستخدمش لكن لو كانت بيزة الورا شوية تعرف ان هو بيستخدم دي هنا تعرف ان ده على طول ايه؟ الستة دي جالها على طول عند السيرفيكس من جوة طبعا. الدياجنوزز بتاعنا مش فرقة معاكم في حاجة التريتمنت مش فرقة معاكم في حاجة. كلام ده كله بالنسبة لكم كنا بنشتغلوا كده واحنا بننهزر مع بعض. مش فارق معاكم اكتر من كده. الملاسكا مكنتاجيوزم قم ده حاجة ما تلاقوش منها اطلا. العيان ده بيبقى كلمة كلمة دي مهمة يا ولاد نرجع تاني بعد اثناءكم كده. ملاسكا مكنتاجيوزم is self limited. كلمة دي. الحتة دي هي دي اللي بنتكلم عليه ماشي تحصل في عادي جدا بس دي حاجة حاجة كده بسيطة كده. الكلمة المهمة فيها كلمة مش محتاج تقلق منها اصلا. الطبعا ده طبعا دي طبعا كلنا هنا دي طبعا كلنا هنا دي طبعا سكين تو سكين كونتاكت الصورة بتاعتها كانت كده يعني فيها ايه اللي هي الجزء اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ده اللي هي دي طبعا طيب خلصنا كده الجزئية دي يبقى انا كده مش محتاج منكم اكتر كم كلمة اللي انا علمت عليهم وانا بشتغل في الفيرل يا ده كاترة في حد عنده اي مشكلة? احنا رجعنا الاسئلة اللي بتيجي في الامتهاد. حد عنده اي استفسار يا ده كاترة قبل ما انتقل للليفل اللي وراه? فضلين يا محاضرتين مش هتاخد ربع ساعة ان شاء الله وتبدين يا سهل ونفتح مع بعض ده كاترة? موضوعنا وقلنا ده من المواضيع اللي هي تستدعي الانتباه ده مش مرض ده عرض وبيعمل اللي هو البهاء. حاجة اسمها الكلمة المهمة جدا كلمة الميلانين. لما اقول لك هنا ده البهاء اذا اكوايرد. ماشي هيك المشكلة في البيجمنتز. اكوايرد كلمة اكوايرد مهمة. ماشي? بيبقى عنده حتة دي هي هي دي المهمة اللي هنتكلم عليه. طيب يبقى النقطة دي كتعريف مهم? اه لا مهم جدا طبعا. سيبكم سيبكم بتاعه. سيبكم الفكرة اللي مهمة جدا للسلايد ده. لازم يبقى عندك معلومة كده مهمة ان في حاجة اسمها ميلانو سايد. اسمها ايه? ميلانو سايد. الميلانو سايد دي مهمة جداً. الميلانو سايد تصلاد إنسان وتظunk ميلاينين. ميلاين dude هو اللي بيعمل البيجمنتيشن. ثلاثة كلمات. هاي اللي تطلع الميلنين. هاي اللي تطلع البيجمنتيشن. مش عاوز منقفل ده ده اكتر من كده وده سؤال على فكرة. نجي بها نتكلم على الشكل بتاعنا هنا. الاسباب بتاعته مش هقول لكم ان ده سؤالي. ده كترة سؤالي. ماشي? وده اللي انا محتاجه من لكم بس في بشكل كامل. كله يعني ماسك الجسم كله. عندك حاجة تالتة رابعة غير دول لا. يبقى انا هاحفظ. اكتر من كده مش عاوز من لكم حاجة. يبقى احنا كده بنقول يا ده كترة. الست كلمات اللي تحت فوقيهم كلمتين يا جنراليز ده ادي كتمن كلمات. والتسع كلمات. يبقى احنا كده بنتكلم على تسع كلمات فيهم تلات اسئلة. فده مهم جدا. نيجي بقى ناخد بقى اشكال قلنا الجنراليز دفتالي جدوت طبعا. انواعهم الاكروفيشي. دي اهم حاجات تبقى اوية. زي ما شفنا الولد ده. بيجي في حياتة في الجسم ما بيحترمش اي حاجة. وتعلمنا كلمة كده ده كترة ان كلمة يعني قليل الادب. فبالتالي مرض قليل الادب يعني يضرب اي حتة ملهاش اي علاقة اي حاجة خالص. اللي هو ضرب الجسم كله بس السابل الحتة دي. يعني العيان ده مش هو لون لا لونه الاطلي اللي هو ده. لونه الاطلي البني. البني ده لونه الاطلي. بس هو ضرب جسمه كله. فاحنا بيش بدي له علاج يرجع جسمه. ده انا بدي علاج يبوز الحتة اللي فضل له. يعني كده بساعد معاه. مشكلة العيان ده لما يبقى ايه يرجع له لما المرض يضعف. فيبتدي الجسمه يبرتش بني تاني. فيبتدي يزعل بقى يبقى عمل بالمنظر. ده اقول له يا دكتور انا حالتي بتسوق. هو بتحسن اصلا بس هي بتسوق بشكل ايه? معاكس. فدي هنا اللي هي اللي تلات انواع اللي قلناها. حتة كده بوتشة كده لوحدها. او تبقى اللي هي حتة اللي هي تبقى زي هنا حوالين الايه? المندبل. دي حتة اللي هي علاقة بالامبريولوجي ربنا يوفق كل الدكاتور يا رب ان شاء الله. النهاردة الدكاتور الطب عندهم اطحان ابيديميولوجي. عندهم آآ امبريولوجي النهاردة. ميوكوزا الفيتليجو اللي هي بتيجي في الحتة دي. البرو جنوستيك فاكتور. ده مهم جدا. كلمة بور برو جنوزز بور برو جنوزز. اللي هي دي تحتها الاربعة دول. حيتحفزه. شكرا انه نقطة من اول الساعة. لو حالة يبقى بور برو جنوزز. لو يعني الشعر ضعيف يبقى بور برو جنوزز. يبقى بور برو جنوزز. على يبقى بور برو جنوزز. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن ايه? طيب. ملكمش دعوة بيها. ملكمش دعوة بيها. ملكمش دعوة بيها. ملكمش دعوة بيها اصلا. ده كاتليكم انتم. العين اللي هيخفى على لان كنتوا بتشتغلوا بوفا. اه لو خاف يبقى شوكرا اني يجزين ربنا بارك له. اه حاجات خفية عن زودة جرع باعتنا. اه خلاص الدنيا بقى وقفلت. يبقى هم تسطوك بوفا. يبقى احنا كده ماشيين بشكل زريف. طبعا البيوفا دي مهمة جدا يا دكاترة. الاريثيما دي مهمة جدا. من البيوفا الاريثيما والبرورايتس. دي مهمين جدا. كوبنافنومنا مهم جدا. الان بحبه يا دكاترة. الاريثيما لانك انت وانت بتشتغل بوفا. امتى هتوقف شغلك لما الاريثيما تحصل? اول يعني اقول لك انا باوروش يا باشا بعد الجلسة. ربنا اديك يا باشا. ماشي? كوبنافنومنا مهمة جدا طبعا. يعني انت بتبه دلو. حاجات بقى كرونيك اكتينيك داميش كارسينومة اميونو سبريشن. اوف ثالمي يا فكت طبعا دي الاتنين دول اللي هو ما بيلبسش ايه. اي جوجلز هو بيعمل الجلسة. فالحطة دي مهمة. اريثيما برورايتس كوبنافنومنا. ثلاث كلمات. دي مش فارقة معي في حاجة خالص. ملهمش دعبة. طبعا. حاجة يعني كده. مش حاجة موادية بس بيعمل معي. كده بخلصنا الايه? المحاضرة قبل الاخيرة. حد ليه اي استفسار يا داكاترة بعد ازنكم. في وحد ليه اي استفسار. الدكاترة بنامت الحمد لله. اخر محاضرة وايه واحزيك فترة واحد نعم. طلقوش. الالوبيشيا ارياتا. اللي هي التعلبة. ده فيها اسئلة جاية في التعلبة. ماشي? هنتكلم ونقول. الالوبيشيا ارياتا. سيبكم من السلايد الايبيديميولوجي مش فارق معي بحاجة خالص. بس تعرفوا جدا ان فيه بتاعنا يهمة اناجين كاتاجين تيلوجين. اناجين كاتاجين تيلوجين. اللي هي ايه? ايه سي تي اللي هم الحروف الابجادية. ايه دايما قبل السي والسي قبل التي. فدايما الاناجين بعدها الكاتاجين بعدها التيلوجين. فدي مهمة. الاسهمة الثلاثة دولار. الدرموسكوب. ده عشان مهم جدا عشان تشخص بيها لوبيشيا. وانا الكلمة المهمة انها كلمة دي كلمة مهمة بالنسبة لنا. بنشوفها بالدرموسكوب. وكلنا بقى عندنا في عادتنا دلوقتي. اه مهمة جدا اذا كاترها الكلمة دي ان هو حتة في الشعر هي اللي فقدت. حتة في الشعر هي اللي فقدت. تمام? تطلع تطلع زي ما تطلع بس هي حتة مهمة جدا ان نعرف انها يعني مش هترجع تاني. مش هتباوز الدنيا. طبعا ده حتة او كده اي ان كان. البروجنوز بتاعنا جود. ماشي. فاحنا كده الجزئية دي مهمة جدا كسلايد. نيجي بقى نتكلم بعد كده سيبكم ده مش فارق معي في حاجة خالص. ده مش فارق معي ده مش فارق معي. اه السؤال ده مهم. ده في سؤال ده مهم جدا جدا ان ده كده. ده حيجي في سؤال. كلمة حتة او مالتبه. الالوبيشيا يونيفرسالس. يونيفرسالس يا جماعة يعني ايه? توتال لاص. اف اول ترمين البادي. ان سكالب. نعيد من تاني. يونيفرسال يعني عام. عام. عام يعني شعر جسمك كله. مش جسمك بس ده بيينكلود فروة راسة. طيب لو انا قلت التوتالس. يبقى مقصود بيسكالب بس. مش مقصود بيبادي. طيب لو قلت اوف يزز. يعني باند لايك باترن اوف هيرلوس. على البريفري اوف ده سكالب. اللي اربعة دولة سؤال. ده مهم جدا ليك. عشان لما تتصل بي تقول لي يا دكتور والنبي انا عندي حالة الوبيشيا ارياتا وانا عالتليفون هتخيال انها حتة تسوليت لك. لو قلت لي يونيفرسالس يبقى انا عرفت ان الاسكالب طارت معانا. وجسمه كله طار. اللي الراجل ده اللي هما بيسموه عليه اللي هو معمول بحاجة اسمه الوطوط. اللي بيسموه في الارياف كده. الوطوط يعني ايه? آآ بيجيبوا لعال الصغير ويحط عليه الدم الوطوط. هيقولك ان هو يطلع من غير شعب. بزيت للبنات. بس هو ده الوبيشيا يونيفرسالس هماشواخدين بقى لهم يعني. فده هنا كده. الحتة ده مش فارق معايا. ده مش فارق معايا. مش فارق معايا. طبعا حتة زي ما قلنا. قلت لكم شكل الحقوق دي بتبقى انتر ريجنال وارتها لكم شكلها زي الده هنا في اعاداتنا عادي جدا. دي الوبيشيا رياتة طبعا اكتنسف. الياته التالس يعني. مش فارقة معايا. كده احنا ايه بنخلص الجزئية دي. يبقى احنا كده النهاردة خلطنا يا ده كاترة المراجعة بتاعت اللي بتحاني ان شاء الله. السؤال بقى دلوقتي يا ده كاترة. لا الاكسكليميشن مارك دي اوريها لك يا حبيبي بص هنا كده نرجع. ده في الدير موسكو. وده سؤال على فكرة. اللي انت بتقول ده سؤال ايه دي? شايف هنا الاكسكليميشن مارك. اللي هي الشرطة وتحتها نقطة في الاخر دي. ده واحد حاجة يعني علام التعجب. يعني يعني علام التعجب. اللي هي المنزر ده. اللي هو ده. ده ليه علام التعجب? دي علام التعجب. ماشي دي بتبان بالدير موسكوب بس. فده ردا على السؤال بتاع الزميل. مين تاني يا ده كاترة? عاوز يسأل اي حاجة? اي اسئلة ده كاترة? اه بالزبط كده. اه لا اكيد طبعا لازم يتدعي لما يكون واحد يعني واحد ما عندوش يعني شعر لازم يبقى متدعي. انت تبصي لك يا راجل مسلا. انه في حتة في شعرك مش موجودة. وماشي والناس بتسلم عليك وتشاور. اه انت عندك الحتة دي وقع من شعرك. هتدعي جدا طبعا. في ناس اصلا مش مهتمة فعلا هو انت ممكن بقى عندك حتة مش مهتمة بس هتعرف الكلام ده امتى? لما تلاقي مسلا انت راح تتجاوز واحدة بنت. ماشي? هتلاقي حتة صغيرة كده من شعرها وقع. هتدعي ولا مش هتدعي? طب ما تيجي نقول معلومة تانية مهمة جدا. لما الحتة الشعر اللي وقع لما قلوكم ان كل سنتي في الشعر بياخد من ثلاثة لاربع شهور علشان يطلع. فلما انت تفقد حتة خمسة سنتي في خمسة سنتي. يبقى ده شعره مش وحش ولا مش وحش? يعني تعالوا نبص انا وانتو في المنزر ده. انا مش عاوزكم تمشوا يا دكاتر عشان فيه كلام هنشرحه تاني. فيه حاجات هنقوله على الانبهان. شايفين المنزر ده? نسأل لابراهيم سؤال. يرضيك انك انت تتجاوز واحدة شعرها عامل كده? لا طب. ماشي? طب ايب انت فيكو ترضي وتتجاوزوا واحد شعره منقر كده? مش منطقي طب. ماشي? فده شكله طبعا مش حاجة زريفة ايه. فده كده. وبعدين بيبقى هو ابتدى صغير. وبعدين كبر 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 كبر. تمام? كده يبقى احنا يا دكاتر اتكلمنا على الحتة دي بشكل كبير.